أعوه بالله من الشيخ والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعبادهم والذين آمنوا وعينوا الصالحات وآمنوا لما نزل على محمده وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بادهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الوطن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يطلب الله للناس أمثالهم فإذا نضيتم الذين كفروا فضربا رطاما حتى إذا أذقنتم فشدوا الوساط فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبدو معضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيحرين ويصلحوا بالهم ويلخدهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصركم ويتبت أقدامكم والذين كفروا فتع سنهم وأطل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أرسل الله فأحبط أعمالهم أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليه وللكافرين أمثالها ذلك لأن الله بولى الذين آمنوا وأن الكفرين لا بولى لهم إن الله بخل الذين آمنوا وعملوا صالحا بجنات تجري من بحفها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تركل الأنهار والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريةك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين لمسو عمله واتبعوا أهواءهم فثل الجنة التي وعدا واتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعنه وأنهار من خمر لذة للشاهدين وأنهار من عسل مصبا ولم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربه كمن هو خالد في النار وسوما حبيما فقطع أمراءهم ومنهم من يستمع يديك حتى إذا خرجوا من عيادك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا سادهم لهم وآتاهم تقولهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرارهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله أعلم تقلبكم ومذواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الإقتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نرى المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلوص لكم الله أن كان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم من تفسهم في الأرض وتقطعوا أرحمكم قل ذلك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أفلا يتدبرون القرآن مأمرا كنوا بالمقفاتها إن الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سورة لهم وأملادهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ماذا أسقطوا الله وكرموا رضوانهم فأحبطوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرط أن لن يخرج الله أطوانهم ولو نشاء لأويناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحل القرآن والله يعلم أعمالكم ولنبلغ أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم إن الذين كذبوا وصدوا عن سبيل الله وشاء الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضب الله شيئا وسيضبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهو كفرهم فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبهم ولاكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم مجوركم ولا يسألكم أقوالكم إن يسألكمها فيعفكم تبخلوا ويخلق أقوالكم هل أنتم هل أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله عني وأنتم الفقراء وإن تكوى لو يستبدل طوما غيركم ثم لا يكونوا أم ذلكم